بإمكاننا أن نكون حكماً نازيهاً لحل الأزمة في ليبيا فعلاقاتنا جيدة مع الأطراف الدولية المتدخلة في البلاد هذا ما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل أعلام محلية جزائرية تبون أوضح أن بلاده تربطها علاقات جيدة مع روسيا وتركيا والإمارات ومصر وهو ما يمكنها من جمع هذه الأطراف حول طاولة واحدة لحل الأزمة الليبية عبر الحوار السياسي مشيراً إلى أن مشكلة ليبيا الأساسية تكمن في الحرب بالوكالة بين القوى الأجنبية على الأرض الرئيس الجزائري أكد أيضاً أن الجزائر لا تطمح لبسط أي نفوذ على حساب الليبيين بل تعمل على رد الجميل للشعب الليبي الذي ساعد الجزائريين أثناء ثورة التحرير كل المتدخلين حالياً في ليبيا أصدق ولا أشق نحن علاقة طيبة مع مصر علاقة طيبة مع الإمارات علاقة طيبة مع روسيا علاقة طيبة مع تركيا إذن نحن قادرين نجمع الفرقاء وقادرين نكون حكم نزيه الدور الجزائري منذ بداية عدوان حفتر على العاصمة لم يتغير حيث رفضت الجزائر وفي مناسبات متعددة الحل العسكري للوضع في ليبيا وهو ما أكده وزير الخارجية صبر بوغادوم خلال زيارته الأخيرة لترابلس حين جدد رفض بلاده القاطع للهجوم على العاصمة والعمل بكل جهدها لوقف العمليات القتالية وتأتي تصريحات الجزائرية هذه بعد أسابيع من الاجتماع الوزري لدول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر والذي شدد على أهمية التعجيل بوقف إطلاق النار للوصول إلى حل سياسي بعيدا عن أي تدخل أجنبي المواقف المغاربية بشأن الأزمة الليبية تؤكد بوضوح رفض الحل العسكري والتدخلات الخارجية والتمسك بالتسوية السياسية على عكس دور مصر الدولة الجارة لليبيا أو الإمارات التي تبعد آلاف الأميال والتي تسعى لفرض حكم عسكري فشل في دخول ترابلس منذ عشرة أشهر إضافة إلى تقويض أي مستقبل للعملية السياسية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر